اللي انتو جايين منها دي انا مش عايز اشوفه هنا تاني يا ابتال خالص وتتعلموا تبقوا معلمين كبار يا ستة كلانك واتعي انا مخلصتش كلامي تفضل وإلا والله العظيم لو ما نهيتوا اللي انتو بدأتوا لانهي دلوقتي حالا وبقدية واخلص مين كنتو الاثنين بالهداوة بس اسعدتك اسمعي الحكاة من اول اول اللي هتحكمي به هيمشي على رقبتي كبير ايه يا فودا؟ خلصت الشوحنة بتاعتك وفضيت بقى وقعت تلت مش كده؟ ما انا عارفة الحكاة كلها اتنين عاملين معلمين كبار ما عارفوش يحلوا المشاكل اللي بينهم فهم كل واحد زيق عالتاني رجالته هو اللي رماني بالزور زور يا رجل مال الرصاص اللي غير بالعربيتي ده مين اللي طلقوا؟ امي جرائيه وفودة واحنا مانا اتضرب عليك ناريط سوكل لكن ما تقدرش تثبت انه عربي هو اللي عمل لكن هو يقدر يثبت ان انت ورا كل اللي بيحصل له ده وانا ما كانش اروحلك لحد عندك في شوال بالنسبة لي انت غلطت مرتين مرة لما اتهمتوا من غير دليل ومرة لما اتصرفت معا من غير ما ترجعني وعشان كده الشحنة اللي جاية كلها بتاعت عربي جات رادي يا عربي للمقابلة بتاعتك معا مسترحاك ايوة سدك كل بس لحجاج سيدان ومرسي انك شرفتوك موسيقى سلاح على عيزك تقولك ايه انا لسه ما اصطبحتش ها لو دماجك هتفاك على عركة من دول اوه يا قد المراجع الرئيط خير بصة سلاح انا مش جايبك طبعا انا عود معاك قاعدة اب وابنه مشان دي جبرت خلاص لان انا لا ينفع بابوك ولا انت ينفع تبقى ابني ولا تشيل اسمي وانت لو وطيب صوتك بقيت كده على الرئيط ما هو موال كل يوم ما هو اه بطيالة بقى انا عود معاك قاعدة لترجالة اتنين مفيش بينهم اضنبها ده اي حاجة غير المصلحة وجس ودي ايه المصلحة دي اللي ادني المعلم سلطان وتععدوا معايا الوسخ زي صلاح وفي الاخر حتة مرة علمة هي اللي تاخدها تروحها ما كانش بكيفي واكيد بلغك الحق بلغني بلغني وكيفت قوي وانت مين عارف؟ مش يمكن الحكاية دي تعرفك اخرة السكة اللي انت ماشي فيها عارفينها وراضين بيها وبقولك العلمة اللي مش عاجبك دي هي اللي كتبت رعيها طول ما انا كنت مسافر لو مستكبر عاملتها قوي اسأل نفسك انت كنت فين كنت فين وايه بتحميها وتلبسها وتأكلها وتوديها وتجيبها اقولك انا كنت فين؟ كنت في حضن مرة من نسوان الليل تراني شبتك وفلوسك في حجرها بس معالا السكة الشمال اللي انت ماشي فيها انت وبوخارست دي طول ما يمقفول عليكم انت احرر فيها ما تلزمونيش ان شاء الله حتى يبقى اخر هتلقى تخلص عليكم انت الجوز انما علي تطلق بالثلاثة صلاحة السكة دي لو لا تطمك اللي انت بتشوفه من فودة والصيعة اللي حواليه ما حيجي نقطة في بحر ما اللي حتشوفه مننا ماشي يا برد لا مش ماشي يا سيد المعلمين عشان المصلحة اللي انت بتقول عليها مراتك وامي وفاكيرها لسه بيننا جبرت خلاص هي امي اه بس مش مراتك وامو صلاحة خرجت من زمتك من اول يوم فتحت في فرشتك لوحدة بينك بات الكلام حوكا طيام علم ما رأينا يعني عجبتك فعلا؟ صراحة البنت هيلة يا بوشي تنفع اه حلوة وعندها حضور ومميزة كتير هم طيب قص باياك انا عايزك تكنسل عليها خالص ولو كلمتك تبقى ولها فرطة غريبة وانا كنت فاكرك عايزة تخدميها ما انا هاخدامها باردو بس ما واحدة تاني ولا انت عينك منها ولا ايه انا قدر باردو لتوموري بابوشي ناسي يا كوكي طيب هكلمك تانيي حبيبي فيوب مرافو مرافو انا بحب قوي الناس اللي بتحترمم بواعيدها بوسي يا بوشي قوي عامل ايه؟ بس عندي خبر مش لطيف ليك ايهو؟ أكرم الكاستنج دايركتر ليس تقفل معي دلوقتي مش مبسوط من شغلك خالص إزاي؟ ده قلي انتهيل وعجبته قوي عادي هو بيقول كده لأي حد توقف ويد الإحراج يعني خصوصاً كمان إن أنت جاية من طرفي أنا بس لحقيقة إنه مش مبسوط من شغلك بيقول إن الدور كبير قوي عليك وإن لسه قدامك وقت طويل عشان توقفي قدامك كاميرا وتمثلي شوفي إيه أنا مش عايزك يتقفلي دي لسه أول ستاب فمش هينفعني قص ونقف هنا إحنا هنكمل بس هنشوف درجة أقل شوية من المسلسلات والأفلام زي إيه؟ زي البروجرام مثلا وهنا هعملي في البروجرام هتمثلي برضو بس تمثيل خفيف من اللي أنت متعود عليه قصدي يعني زي ما بتخرجي من بيتك بشكل ولبس معين وبتعيشي حياتك بره بشكل تاني خالص تمثيل بسيط يعني أنت قدام تمثيل على أكدك دلوقتي لحد ما تغلي شوية خبرة بعدك هتمثلي أدوار أكبر بكتير على فين يا حمامة؟ مستعجل ليه كده؟ سيبنا أمويل بالله عشان محصور عايزي فوق كمال هو فيه إيه؟ هو أنا كل ما أتكلم واحد في الحرة دي يقول له أصلا أنا محصور ما تاري الراجل بتاع القصب بيشطى ببادري صكر يا هو عايزك في سؤال سريع انهي معلمك مش معنا؟ أمو دعياله صحيح كل البلد عارف أنه ما يتجر في المخطرات بسه كل مغرز بيخرج منو زي الفلة من الجميلة وأنت عايز إي أحالي؟ عايز تيجي معايا سكة تعتبرني صديقك الصديوق وتفض فضلي بالسر اللي معلمك شايله معاك لا إما هزعلك وأنا هزعلي بيهادي لو إنت عايزه ياده وتعرف تخطي وانت تضرب لك شريتين من رأيينك مضيئة من السلطنية ولا ايه ما تروى المعلم فودة اللي بتتكلم عليه ده خيره على الشعب كله والناس كلها تشهد له بالشامة والجدعانة عايز تعد عد وماله بس ناقيلك فخدة على قد سنانك عشان ما تترمش انا اعتبر ان انا ما سمعتش حاجة عشان خطر الزنق اللي انت فيها وانت بتفك حصر فكر في الكلمتين وارجع رد على قد لا ما تستناش يا خولي ما ساك بولبولي ماشي يا حمامة ايه ده ايه ده في ايه ايه اللي حصل يا بطه هي الولاد حرام تلوا عليها عشان يسرقوني بحاول تهرب من ابن رابولي وخطف الشنطة والموبايل ولاد الكلب كل ادي عشان شنطة وموبايل ما حصل فين ده فقبور ساعد عند الإبراهيمية ما كانش فيه حد تنادي عليه انقذك مفيش حد يا احمد كله حيبقى في حاله والناس بقت بتخيف عاليش الحمد لله انها جات على قد كده اه لا شوية علمة برشمة اساسي انا اسفى يا احمد انا اسفى اندخلت عليك بالمنظر ده بس يا ابو يا رو كان شافني كان ممكن يروح فيها بعد الشر عنه وعند قطع ايه ده اي حد تمد عليك انا وكنت معاك يا باطة كنت قتلتهم اه اه بل في السلام عليك يا ابو لا يسلمك انا مش مصدق اللي بيحصل لا حد دلوقت الناس اللي بتسرق عربياتهم بيجوا عندنا الاسم ويبلغوا هو فيه كده يو امان انت عايزهم يعملوا ايه نبي يبلغوا في كوبانية الكهربا ولا شركة الغاز يقعدوا في بيوتهم جانب التليفون يستنى المكالمة زيهم زي اللي قبلوهم ما انا عايز اقولك على حالي لازم يكون عندنا حلم البكرة عارفة العائلة اللي هي بترفع العربيات دي لو بتفكر صح ايه قولي يا اخويا يعملوا ايه ايه يعملوا مكتب لخدمة العملة يجيبوا خط اللي هو سخن مولع ده اللي هو تسعتاشر ابصر عين الفوتر ويجيبوا شاشة الكمبيوتر وسكورتيرا يكون صوتها مهارا الزبولة السرقة عربية تتسج بيها هيا ترد عليها تقوله العربية فين جت ما جتش هتوصل امتى المكان والزمان والفدية قد ايه يجي دورنا احنا بقى رجال الامر ننظم الوقف عشان نخلص طب بالمرة يا اخويا ما يسأله وهو بياخد العربية حيسرقوها تاني امتى شوفتي بدأت التحلام البكرة هو بقولك ايه كفاية عليك كده هابو لحسن انت كلامك كتر وكله بقى عالفاض بتبتقعها عليها عشان فودع صح؟ والنعمة ابدا بس اللي هنراسي وبطح الصبر حلاوة بكرة تشوفي وكده نبقى زبطنا صح؟